سباح الخير ونهاركم مزيد ان شاء الله تكونوا نطوا بخير وعافية وان شاء الله تكونوا البرح تفطرتوا مليح ونحمد ربي كي صبحنا حيين اليوم وبنشاط وكما تشوفوا كما العادنة لازم ديما الكوزينة الاثقافية كما نسك كلها الحصولي هادو ما القربج اللي نخصل فيهم سيلي ما يدخلوش في الماشينة جو سيوب ليجي نخصلوهم بيديا انا كنعود ندير في الفيديو هادو ما نتونس بكم بيا مالقراني واحد يدوركا كل هم راكدين واحد في الكوزينة جساي ما نديرش الحصب ينسور باسك دارنا تسمع ياسري ياسر وديما يشكي ومني كنعود في الكوزينة المهم كما تعرفوني لازم ديما الجافيل ولازم ديما نحك وننظف سيختجها هادي تاع البوتاجي والليفيي ايتو المنطاع اليوم راح يكون راح ندير كسرة كما تعرفوا احنا كل اليوم الحمد لله ملمومين في الدار بعد ما عدينا سمينة لولا نخمو نديرو كل شو درك الحمد لله تلمينا ورحمتك يا ربي ومنتمنى منتمنى لتشخشي بالحتى واحد في الدنيا يا ربي المهم عندي اليوم راح نطيب كسرة تشوفوها مبعد بيسير لغساتكم تعرفوها تنجمو تدخلو في الوليان تلقاوها وكوم دوزين بلا راح ندير الدجاج هاديك الجيجا الفلوسة هاديك اللي جبتها لي بنتي راح نطيبها في الكوشة ومعها شوي باتاتا وشوي تماتم وبصل ونتفتوفها كيما تعرفوا التفتوفها ندرتها ديجا كيف كيف دجاجها في الفوق اليوم راح نديرها في هدوك اللي ساشي اللي نطيبوا فيهم نطيبوا فيها كعبة يووخ تندير الملح ينسوغ من كالطرش شوية فلفل لك حلو نحط شوية تاع فلفل احمر نحبه في الماكلة نها التوم اني قادر رابي فيه نحط البصلة تماتم وكعبة باتاتا انا خيرت كعبة صغار خلاص نحطهم شي طيبولي في ساعة ممكن نقسمهم عازوزية لغسطة تجيب البطاطة هذه اللي تعد صغيرة وتعد لابوتها بيدر هاي فخلاص بل ما نقشرها جس نغسلها برك وكين طيبوها جيفها واحد البنة انكويابل في اللوول كان شفتو حتيت شوية خلاص انت عزيت زيتونة عزيت زيتونة معها هذك اللي حكيت لكم عليهم اليووغت وبصل وتوم شوية تعفل في الحلوقة سيتو كيف كيف وطماطم وكعبة البطاطة هادوما خيرت كعبة صغيرة خلاص نخلط كلش هاداكا وبعد نحط فيه الجاجة نحط شوية ندخلو في نحشي به الجاجة شوية برك جس بو عفوغلو يقوم من داخل سيتو وبعد نحطها في الكيس هاداكا لساشي اللي نطيبو فيه كيف تطيبو في هاداكا كيف تطيبو فيه هاداكا إلا تحبوها حمراء ياسر خليوها ساعة ونصف ونجبدها دوركا في الصباح دوركا قاعد نوجد في الصباح هذا كل نحط نحطه دو كوتي والعشيان نطيبو احنا نفطروا الهنا على التسعة وعشرة الفطور تعنا على التسعة وعشرة دوركا ناني في الصباح نحطه نحطه فيه الكروية نحطه فيه الفلفل الحمر يجيني بريمان بنين ولا ما نش تقيدو باللسانسين هنا لدروة منحقلا نبدلو شوية قلتلكم مرة بليتيب ما هوش علوم دقيقة ماناش نديرو فيه في دواء ولا نخدمو فيه حاجة نفر ملشيميك ولا منجموش نبدلوها ولا أنا لدواء نبدلو ونطورو شوية تفتف تجاري دورك نحطو دو كوتي بيانسو قلتلكم اني في الصباح نحط كلش دو كوتي وبعد نرجع العشيان نشعله ليهم ونطيبهم بعقلي نشعله دورك ديسيغ رح ندير زليبية وش نحط فيها زليبينا نحط فيها مغرف انتع سميد وربعة مغرف انتع فارينا ومغرف انتع انشا بان دورك نحط ساحا كاس تعماء الكاس نقصت منه شوية كاس تعماء نحط فيه الخميرة والسكر نحط فيها مغرف مرازية صغيرة تاع خميرة والمام شوز سكر نخلطهم مع بعداهم نحط له كولوران هدا هدا كي شريتو قالو لي زعفران مرحي صح ولا كولوران المهم مكتوف فيها زعفران والله اعلم دونك نحط هدا كه الزعفران اللي عندها الكولوران تحط كان اللي يحطو سي الكركما الكركم يحطوه كي شريتو نحط هذا لذلك كي شريتو كلش نخلط دركة متنسوا الشي الملح ان الملح هنا ان انسيتو حطوه حطوه شوية قرصة وخلطوه كلش ودركة نحط المغرفة انتعنشا الهدف البيت انتعنشا سيبش دينا مقرمشا زلابية انتعنشا هي الحق يطيبتها حاجة واحدة حاجة واحدة حاجة واحدة حاجة واحدة كي شريتو كي شريتو اضفتت قرعة تاسعين وضع المغرفة حاجة واحدة كي شريتو قرعة قرعة واحدة اخرى ودرتبها الاسلابية سوف نقوم بسرعة العسل اضفت 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 كيلو سكر اضفت السكر اضفت 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 اعود اضفت 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 انا ننصحكم تجربوها وبينسيغو انتم تتفرجوا في الفيديو ومتنساوش تعملو لي ليجيم ولا ليجيم با مرحبا بيهم لكن ما عجبتكمش في الفيديو تاعي نحصل في الجارية بخاطي كم اتحب في البورمة اخرى سوف نحصل فيها لكو يصيرها لها محتاجة باي باما نضيفها ونضيفها قليل وقرب المغرب نحاول نحن نضيف الدنيا لكوزينة قبل الفطور لكي نحن سهل نقولها روحي مني خليني نكمل من هنا غلا كان ساعتها بتعاوني ما ننساش التعقيم بيانسور بجا فاليتو نحن نضيف الكسراء مطلوع ونطيبها بجيب الخبز كبار ووحدة صغيرة ونبعط لها شوية منها من زلابية هي كنت راح تجي قبل الفطور ونبعط قلتلي نجي قبل الفطور خير بيش تدي ولدها ليهبلنا اليوم هذه زلابية بعد ما تبت هذه الجاجة بعد ما تبت ندرنا شوية سلاطة هذه اللي شوصان ومقليين اللي قاعدوا لي من البارح والحمد لله يا ربي عفضلك وربي دومها نعمة إن شاء الله هذا الجاري الكسرة والحمد لله الحمد لله يا ربي على نعمتك نقول لكم كيف تفتروا تكلوا بصحة والحنا إن شاء الله وربي دومها نعمة لنا وعلى أمة محمد كامل يا ربي أنا حبيت نوري لكم أنا مبعد نوري لكم هدوك لوحيد اللي شريتهم هذا النهار اللي قلت لكم يخليوا الماكلة تقعد سخونة أنا حطيت غير زو الشمعات بارك بس كم سخونين ديجا هام تشوفوا فيهم هلو وهم شاعلين من تحت الماكلة التاعي تقعد سخونة من يشو بليجين وبعد أن نطيب أشاك فوع وعلى هدي حبيت نعتها لكم نقول لكم تكلوا بالصحة والهنا وتفتروا إن شاء الله سيامنا وقيامنا مقبول وفي لامان وفي فرصة أخرى إن شاء الله باركها المولى وأكامك الجنة تعطر أنسامك ومحل صيامك محل قيامك ترجمة نانسي قنقر